كالعادة نبتدي مع حضراتكم بأخبار النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الدارة النادي الأهلي استهل لاجتماع مجلس الإدارة اللي عقد مساء أمس الثلاثاء بتوجيه التهنئة إلى جماهير النادي وكل أعضاء الجمعية العمومية وأيضا أعضاء مجلس الإدارة على كل ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية طبعا بالإضافة لتهنئة وليهم ومناسبة فوز النادي الأهلي بالثلاثية في هذا الموسم الدوري العام دوري أبطال إفريقيا وكاس مصر ووجه الشكر إلى الجهاز الفني وكل اللاعبين وجميع العاملين بالنادي بهذه المناسبة كمان أشار رئيس النادي إلى إن ما تحقق أصبح تاريخيا ودي حاجة حقيقية وتم إضافته إلى مسيرة النادي الأهلي الحافلة بالنجاحات وإن الفترة القادمة إن شاء الله ستكون بداية لتاريخ جديد يحتاج إلى الجهد والإخلاص من الجميع في العمل وكمان أكد الكابتن محمود الخطيب على وحدة الصف في منظومة العمل داخل النادي الأهلي في الماضي والحاضر والمستقبل إلى جانب التمسك بمبادئ وقيم النادي الأهلي العريقة جميل جدا نروح بقى لقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي لأن مجلس إدارة النادي الأهلي إمبارح برئاسة كابتن محمود الخطيب ناقش العديد في اجتماعاته من الملفات المهمة واتخذ كمان إجراءات أو قرارات عديدة منها أولا مثلا اعتمد مجلس الإدارة جدول أعمال الجامعية العمومية المفاوض في اختصاصاتها والمنعقدة يومي كانت 23 و24 نوفمبر بناء على خطاب اللجنة الأولمبية المصرية الورد بتاريخ تحديدا 1-12-2020 أيضا كان فيه اعتماد قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم داخل شهر ديسمبر كما تمنى كمان المجلس الشفاء للكابتن سامير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم وتكليف أيضا خالد الدرندالي أمينة الصندوق ومساعدة من إبراهيم القفراوي وطارق أنزيل عضو مجلس الإدارة بالوقوف على التدفقات المالية داخل الفترة المقبلة لتوفير هنا كافة الاحتياجات للنادي على جميع الأصعادة التصديق أيضا كان على محضر الجلسة 18 لمجلس الإدارة بشهر نوفمبر الماضي والتصديق على اعتماد محضر المكتب التنفيذي في الجلسة الأولى بتاريخ 7 ديسمبر على كل حال خلينا نروح أحسن نشوف كده القرارات بشكل كامل مع الزميل عزيز شريف بؤاد المتحدث الرسمي على مجلس إدارة النادي الأهلي ونرجع نكمل الحقيقة أن مجلس إدارة النادي الأهلي انعقد في اجتماع مهم مساء اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول في أعقاب إنهاقاد الجمعية العمومية في 23 و24 نوفمبر الماضي وبعد وصول خطاب اللجنة الأولمبية المصرية بتفويض مجلس الإدارة في أعمال الجمعية العمومية التي لم تكتمل في بداية الجلسة الحقيقة كان الكابتن محمود الخطي رئيس مجلس إدارة النادي حريص على توجيه كلمة لعائلة النادي الأهلي وجه فيها الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة ولجمهور النادي الأهلي العظيم ولسادة أعضاء الجمعية العمومية في النادي على ما تم من إنجازات كبرى خلال الشهور القليلة الماضية وكذا فوز النادي الأهلي بالثلاثية دوري عام دوري أبطال إفريقيا وأيضا كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخ النادي الأهلي كمان التهنية كانت موجهة للجهاز الفني للفريق الأولي كرة القدم وجميع اللاعبين والجهاز الإداري بالطبع وجميع العاملين داخل النادي الأهلي داخل أسواره والمنتمين إلى منظومة هذه العائلة الكبيرة الكابتن محمود الخطي برئيس النادي أشار في كلمته إلى أن ما تحقق أصبح جزء من تاريخ النادي الأهلي تم إضافته لهذه المسيرة التاريخية التي يشار إليها بالبنان وأن الفترة المقبلة وده عهد النادي الأهلي بقى هي بداية تاريخ ومستقبل جديد يحتاج إلى الجهد والإخلاص من الجميع في العمل مشددا على أهمية واحدة الصف والعمل على قلب رجل واحد من الجميع داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة وإعلاء قيم ومبادئ النادي الأهلي والتمسك بالمصلحة الحقيقة العليا للنادي الأهلي كعهد النادي الأهلي وجميع المنتمين لي على مر العصور كانت كلمة مهمة من القلب ألقاها الكابت محمود الخطيب ويعي كل كلمة فيها بعد فترة الحقيقة من العمل المضني خلال الشهور والسنوات الماضية نحن نتكلم عن ثلاث سنوات تقريبا من عمر هذا المجلس استطاع تحقيق العديد من الإنجازات التي تتحدث عن نفسها الحقيقة لسنا بحاجة إلى أن نتحدث عنها هذه الإنجازات موجودة على كل المستويات سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو ثقافية أو غير ثانيا مجلس الإدارة اعتمد الحقيقة أعمال الجمعية العمومية اللي فوضت المجلس في اختصاصه وكانت منعقدة زي منوهت في البداية اجتماع أول يوم الثلاثة وعشرين نوفمبر ثم اجتماع تاني يوم الثلاثة وعشرين نوفمبر وده بناء أيضا على خطاب اللجنة الأولمبية المصرية اللي ورد زي منوهنا في واحد ديسمبر 2020 رقم ثلاثة المجلس وافق على سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على متنة طائرة خاصة إلى النيجر وعلى أن يرأس البعثة عضو المجلس السيد الأستاذ محمد الضماطي لبدء مشوار أفريقي جديد إن شاء الله يتوج بالفوز بالبطولة العشرة في الصيف المقبل فكرة الطائرة الخاصة رغم وجود الحقيقة خطوط طيران كان حرصا من مجلس إدارة النادي الأهلي على سلامة بعثة الفريق اللاعبين والجهاز الفني والإداري في ظل ظروف جائحة كورونا أربعة تم اعتماد كل قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم اللي بيرأسها الكابتن محسن صالح وبيحضرها طبعا كابتن محمود الخطيب بصفة المرشف على كرة القدم كرئيس للنادي ومفوض من المجلس بملف كرة القدم المجلس الحقيقة تابع الحالة الصحية للكابتن سامير عدلي أيضا المدير الإداري للنادي الأهلي اللي كان يمر بوعكة صحية مؤخرا وتمنى له الشفاء وننتهي الفرصة كمان وبنطمم جمهور النادي الأهلي إن الكابتن سامير في وضع أفضل وحالته طيبة وإن شاء الله نرى قريبا مع الفريق الأول لكرة القدم كمان المجلس كلف السيد الأستاذ خالد الدرندالي أمين الصندوق وبمساعدة عضواء المجلس السادة الأستاذ إبراهيم الكفراوي والأستاذ طارق أنديل بدراسة والوقوف على فكرة التدفقات النقدية والمالية واحتياجات المجلس خلال الفترة المقبلة لتوفير كل احتياجات النادي على جميع الأصائد ستة تم التصديق على محضر الجلسة السابقة اللي كانت منعقدة في 19-20-20 ولكن برقم 18 كمان تم التصديق واعتماد توصيات المكتب التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2020 تم أيضا موفق على سفر أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة وبالتنسيق مع شركة أمبرو المسؤولة عن ملابس النادي الأهلي لاختيار الأطقم الرياضية والزي الخاص بالمشاركة في كاس العالم للأندية في مطلع العام القادم بإذن الله كمان الحقيقة المجلس سن سنة مهمة لو حضراتكم تتذكروا من خمس شهور أو ست شهور كان فيه دراسة اشتغل عليها لفترة طويلة منفردا الكابتن محمود الخطيب عرض هذه الدراسة على المجلس تتعلق بإنشاء مجموعة من الشركات المساهمة المجلس قرر تشكيل لجان ثلاثة لدراسة أفكار الكابتن محمود الخطيب وتأسيس الشركات سواء شركة الاستثمار العقاري التي تبقى مسؤولة عن إنشاء الاستاذ أو شركة الخدمات والسياحة أو الشركة الحقيقة الخاصة بالكرة وده طبعا الحلم الكبير لجماهير النادي الأهل النهاردة تم الاستماع إلى الدراسة المقدمة من اللجنة التي كانت مشكلة برئاسة المهندس خالد مرتجي بخبراته الكبيرة الحية في هذا المجال ومعها الأستاذ طارق أنديل ومحمد الدماطي خبرات اقتصادية كبيرة والخبير الاقتصادي أحمد شمس الحقيقة كانت هذه اللجنة مكلفة بتقديم دراسة وافية ومعدة أداد دقيق حول تأسيس شركة كرة الأهلي شركة الأهلي لكرة القدم عفوا شركة مساهمة بعد الاستماع الحقيقة إلى الدراسة التي أعدت بدقة المجلس كان حريص برئاسة الكابتن عمود الخطيب على توجيه الشكر للجنة برئاسة المهندس خالد مرتجي وقرر المجلس البدء وأعتقد هذه خطوة مهمة قرر المجلس البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتأسيس وإنشاء شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن المجلس كمان هيستمر إن شاء الله في الجلسات المقبلة يعني هو قرر أن يكون في جلسة يوم الثلاثة المقبل زي النهاردة يوم 22 ديسمبر للاستماع إلى الدراسة التي ستكون مقدمة عن شركة الأهلي للخدمات شركة مساهمة مصرية اللجنة برئاسة الأستاذ إبراهيم الكفراوي وبتضم في عضويتها الدكتورة رانيا علواني والكابتن جوهر نبيل والدكتور مهند مجدي قلنا لحضراتكم أن هناك شركة الأهلي لاستثمار العقاري هتكون مسؤولة عن إنشاء الأستاذ وخلافه هذه الشركة برئاسة أمين الصندوق الأستاذ خالد الدرندالي ومعاه الدكتور أو المهندس محمد سيراج والأستاذ محمد الجرحي بكل خبراتهم الإدارية والاقتصادية